اتحاد جدة اللي غالباً هيلعب النادي الاهلي يوم الجمعة بعض القادمة في افتتاح مباراة النادي الاهلي في كأس العالم ليه بقول غالباً اتحاد جدة هيبقى قبلها عندهم مباراة مع اوكلاند والفائز المفروض هيلعب النادي الاهلي بس نظرياً وعملياً وكل شيء اتحاد جدة مرشح بنسبة 99% للفوز بهذه المباراة 1% في المال اوكلاند هلي عملها اوكلاند تبقى مفاجئة المفاجئات بس اغلب الزن اتحاد جدة هو ليلعب مع النادي الاهلي اول مباراة الاهلي في كأس العالم للاندية طيب قائمة اتحاد جدة لكأس العالم للاندية فيها مين؟ فيها مين؟ تعالوا نشوف فيها عبدالله المعيوف ومرسيلو جروهي واسامة المرمش في حراسة المرمى في الدفاع امر هساوي ولويس فليبي وزكريا هساوي ومهند شنكيتي وحسن قادش واحمد حجازي واحمد بمسعود في خط الدفاع احمد حجازي رجع ولها مباراة في دورة ابطالة الاسم على اتحاد من يومين عودا حميدا لصخرة كرة القدم المصري احمد حجازي وسط الملعب سلطان الفرحان انجولو كانتي فابينيو وكرنادو وجوتا وفايسل الغمدي ومروان الشافي وعبدالرحمن العبود ومد الله العليان وصالح الجمعان وفي الهجوم اسطورة كريم بن زيمة مع رومانيو وعبدالرازي حمد الله خطه مرعب اوي اوي بس ان شاء الله الاهل يوفق في هذه المباراة ويفوز بيها يعني طيب